في إطار توجهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر والتخطيط لإنشاية 14 محوراً بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 انتهت وزارة النقل من تنفيذ محور كلبشة على النيل بمحافظة أسوان وتشغيله تجريبياً ما سيصهم في تقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كم إلى 25 كم بين المحور والآخر لتسهيل حرقة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة محور كلبشة بيقدم مدن ومراكز نصر النوبة وكمومبو وكلبشة بالطريق الصحراوي الغربي بيؤدي إلى سهولة حركة المرورية وتقليل الحوادث وتقليل زمن الرحلات وربط المدن الصناعية الجديدة في نصر النوبة بالطريق الصحراوي الغربي وتسهيل وصول المحاصلات الزراعية من شرق النيل لغرب النيل وخدمة المناطق الزراعية استصلاح الأراضي في غرب غرب كومومبو وغرب النيل كذلك بيقدم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان ويبلغ طول محور كلبشة 23 كم وعرضه 21 متر بواقع حارتين مروريتين لكل تجاه ويشتمل على 14 عمل صناعي بواقع 9 كبار و5 أنفاق لحل التقطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه المحور كلبشة وفر علينا في المشوار يعني احنا النهاردة لما كنا بنحب ننزل في محافظة أسوان احنا بقعد عنه تقريبا بتحوالي 45 كيلو لما كنا ننزل بناخد ساعة ونص عشان المطبات ساعة ونص وساعتين النهاردة المحور ده فتح علينا مجالات كتيرة الحمد لله رب العالمين بالنسبة للعربيات النقل التقيلة اللي كانت دايما تمشي في الزراع لا النهاردة بقت في الصحراوي وبقت توفر علينا وقت وجهد الواحد الاول كان يعاني من العبارة كان ياخد ساعة او ممكن يقدو صلاة العاصر او الظهر نستنى من ناحا ديات عشان نعدي من ناحا المناق فشكرا مجهود للسادة المسؤولين جميعا الصراحة بقوم الكبر ديات نسكر ميء الجهات اللي ساهمت في هذا الكبرى العظيم الكبرى ده وفر علينا في الوقت وفي الجهد ووفر علينا ازدحام اللي بكون دا بنعانيه في مركز ادفو محور كلاب شدية بسم الله ما شاء الله لوحات ارشادية وأمان يعني واللي همني كسواق اننا الأمان في الآخر ربط الشرق بالغرب معنا حلو حلو وفر معي في الوقت وفي البنزين المحور سيربط بين طريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي وسينهي معاناة المواطنين مع المعديات والعبرات التي كانت تستغرق وقتا طويلا للمرور في مياه النيل